اشتركوا في القناة استنكرت بكين التصرفات الامريكية الخطيرة للغاية وقالت في بيان إن واشنطن تعمل على تفريغ مبدأ صين واحدة توعدت بشن عمليات عسكرية محددة الهدف في وقت عبرت رئاسة طايوانية عن آمالها في أن تهدي الزيارة إلى تعزيز التعاون مع واشنطن تتوقع التركيا أن تغادر سفينة حبوب واحدة تقريبا الموانئ الأوكرانية كل يوم مدام الاتفاق الذي يضمن المرور الآمن قائما ذكر رئيس مركز التنسيق المشترك باسطنبول أن الخطة تنص على مغادرة سفينة كل يوم عبر ميناء أوديسا من أين أوكرانيين آخرين يشملهما الاتفاق المسؤول التركي توقع وصول سفينة رازوني قبلة السحل التركي في الساعات الأولى من صباح الأربعاء أن يتم تفتيشها في وقت لاحق في العراق دعا مدير مكتب مقتدى الصدر إبراهيم الجابريان صار التيار الصدري الثلاثاء إلى مواصلة الاعتصام داخل وخارج أروقة البرلمان التي هذه التطورات تفيد الاستمرار مناشدات داخلية ودولية بضرورة اجتماع الفرق السياسيين على طاولة الحوار إلى جديد الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث وصيب أربعة فلسطينيين بالرصاص الحي واعتقل أكثر من سبعة عشر شابا في الضفة الغربية هذا ودانت وصارة الخارجية الفلسطينية اليوم الثلاثاء اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني لمدينة جينين ما أدى إلى ترويع وإرهاب المواطنين قال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس جرودنبرغ اليوم الثلاثاء إن الأطراف المتحاربة في اليمن وافقت على تمديد هدنة مدتها شهرين رغم الضغوط الدولية من أجل اتفاق موسع من أجل استفادة من أطول فترة هدوء نسبي في حوالي سبع سنوات أقل المبعوث الخاص إلى اليمن في بيان أن التمديد للهدنة يتضمن التزاما من الأطراف المتحاربة في تكثيف المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة موسع في أسرع وقت ممكن عقدت الوساطة الدولية بمال اجتماعا جديدا لدراسة وضعية تتقيد أو تفيد الاتفاق من أجل السلم والمصالحة المنبثق عن مصاري الجزائر الوزير المالي للمصلحة الوطنية العقيد اسماعيل واقيا كدان الطريق الذي قطعته المشاورات مليء بالنجاحات رغم العراقل التي تخللته في بعض الأحيان من جهته سفير الجزائر في مال الحواسرية شدد على ضرورة إدراك كل الأطراف الحاجة إلى نجاح هذا المصاري لإعلاء المصلحة العليا لمالي نهاية الموجز ولمزيد من الأخبار تابعونا عبر منصتنا الرقمية على تويتر فيسبوك انستغرام ويوتيوب ولتفاصيل أكثر عن الخبر الموقع الإلكتروني لقناة الجزائر الدولية في الخدمة إلى اللقاء اشتركوا في القناة